موسيقى 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 السلام عليكم تمنى سكنوا بيخلوا على خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله نعتذر على التأخير عارفة راسية عطلت بزاف ولكننا راجعين ان شاء الله بوصفات جديدة اليوم سنبدأ بوصفة اللي سنفعكم في المدراسة اللي هما ليجاليت بيسكوي اللي كيجيو من اروع ما يكون كيجيو هشاش من الداخل ومقرمشين من البرة والاكيد كيتحضرو في واحد الوقت بسيط وبمقادير بسيطة خليكم معياتا الاخير الفيديو نخليكم مع المقادير وطريقات التحضير وقبل ما نبدأ الفيديو غا عندي طلب بسيط ما تنسونيش في اللايكات والتعاليق والناس اللي مبقي ممشترك تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد غا نحتاجوا ثلاثة الكووس دقيق الابيض ثلاثة الكووس 300 جرام نضيف لها كيس الخميرة الكيموية من وزن 7 أو 8 جرام نخلط نواشيف ونضيف لهم واحد القفية ساد الملح ونحتفظ بها جانبا في واحد البول نكون عبرنا 125 جرام ديال الزبدة أنا هنا استعملت زبدة حيوانية استعملت بادوية 125 جرام اللي هي نص رابعة تكون بدرجة حالات المطبخ تكون نخرجها قبل بواحد المدة من تلاجة باش تعطيكم هاد القوام الكريمي نضيف لها كاس إلا ربع ديال سكار سانيدة تقريبا هنا 120 حتى 125 جرام نضيف لها هاد الشيء نضيف لي الفاني لها السائلة لما عندكم شو ممكن تديروا الفاني هذا الساشي ديال الفاني كي أعطيها مدق زوين نخدمو هاد الزبدة أوسكار مزيان حتى نحطلو على واحد بحال كريمة تكون هاكا ليس ممكن تخدمو الى عندكم هذا الى عندكم العجانة ممكن تخدموها بدك الكروشي اللي كي يكون على شكلك كي يبقى لكم الاختيار كنضيفوا لي واحد البيضة كل شيء يكون بدرجة حالات المطبخ وهنا سوف نسمي انا كي يعجبني المطبخ ديال البرتقال الى بغيتو ممكن تديروا الحامض ممكن تزيدوه النافع ممكن تنسموهم على حسب الضوقة ديالكم كان نخدموه هاد الشيء مزيان كيف ما كنتشوفوه كان نخدموه غير بالسباتول حتى نحصلوه على قوام متجانس وعد كم دون نزيدو الاضافات الاخرى سوف نضيف الخليط واحد الى ثلاثات المعالق كبار ديال الحليب يكون بدرجة حالة المطبخ او لا تقريبا ربع كاس ديال العنبة نخلطوه بالسباتول نكملو غير بالسباتول سوف يجانسون العناصر نضيفو الدقيق شوية بشوية نضيفوها تقريبا على جوج حتى ثلاثة ديال الدفاعات في الاول انا بديت نخلط بسباتول من بعد خلطت غير بيدي ولكن حاول انكم متعجنوش العجين غير كتجمعوه فقط سوفي كان بقى نزيد الدقيق على دفاعات وكيف ما كتلاحظو راني ما كنخدمش العجين بزاف يعني وخحي تسباتول راني حاولت انني ما نعجنهاش يعني غير كنجمع العجين ديالي وكندخليه الدقيق مزيان حتى ما كيبقاش يبالينا وكنحصلوه الى واحد العجين اللي هو ما قاسحش يعني كيكون رطب سوفيو كان بقوة كان بقوة بنفس الطريقة حتى نكملو الدقيق كامل كيف كتشوفوه انا ارى ما كنعجنش غير كنجمع وكندخل دقيق في الجوانب وكيف كتلاحظو هذا هو القوام ديال العجين كيجي رطب وكيجيش قاسح سوفيو كانت توجدوا اللطا مباشرة يعني كتطيبوا ما كيرتح موالو كتاخدو انا هنا اخديت واحد الميزان وكنعبر كورات ديال 30 غرام ممكن ما تعبروش او لا ممكن تديرو كتر او لا اقل انا كيعجبني هاد القياس هذا كيجيو متوسطين ما كبارش بززاف وما صغارش بزاف يعني كتاخدو 30 غرام ديال العجين او كتحاولو تكوروه وكتبسطوه في الدكوم غير شوية تحاولوش ما تبسطوش بزاف باش كده ما كيجو شوية عاليا من الوسط سوفيك نبقاو بنفس الطريقة حتى كنكملو الكيمياء العجين كلها دائما نفرشوه في اللاطا ديالكم هاد الورق ديال الطبخ او لا عندكم داك الطبي سيليكون اللي كلكم تقبتها باش هي طيب لكم ضغية وطبيعة الحالي لما عندكم مش هاد شي ممكن انكم تدهنو غير بشوية ديال الزيس اللاطا ديالكم وقد دخلوه الفراع لا تقربوش بزاف اللي بيسكويت ديالكم او لقالات ديالكم على بعضياتهم لانهم في الطياب سيزيدو تنفخو واحد شوية بما انهم فيهم البيض وفيهم الخمارة سوفيو كنو جدو باش غير ندهنو انا نخريت هنا بيضة وضفت لها القليل من القهوة سريعة الداوبان لا تكتروا القهوة بثافة لكي لا يأتي لكم هذا النضغيغ تكون مغلوقة بثافة إذا دخلتوا على الفران سيتحمر لكم الفوق ويأخذوا واحد اللون بحين محروقين ديما ديروا غير شوية القهوة ممكن تعاوضوا القهوة بالكاكاو وبطبيعة الحال تكون لا تكتروا بثافة لا تكتروا الكمية لكي تكون لديكم اللون دهابي يزوين ويطيب لكم بنفس القياس وتاخد نفس التحمار في الفران يعني ميكانسيلي والكيمية كاملة ناخدوا واحد الفرشيطة وتناخدوا بالظهر ديالها تنحاولوا نديروا خطوط هكا واحدة على الطول واحدة على العرض كي يبقى لكم الاختيار في الطريقة ديالتزيين هذي غير فكرة فقط ولكن وقت ما دوزتوا الفرشيطة مسحوها بذك باش تبقى عندكم هذا خطوط يكونوا نقيين وزوينين ممكن انكم ترشوهم بشوي ذي الزجلان او لشوي ذي السكر حبيبات الغلاد مهم تزيين كي يبقى حسب الاختيار كنكونوا سخن الفران ديالنا من قبل على 160 درجة او لديكم فران ديال الغاز نقصوا العافية يعني متجهدوش على يوم العافية باش يطيبوا من الداخل ويتحمروا من برا بنفس الوقت انا كنديروا في الرفل تحتيني ديال الفران وتنخليهم حتى ياخدوا اللون الذهبي كيف ما كتلاحظو كيكونوا تحمروا مزيان من فوق ومن تحت وكيجيوا رائعين الريحة كتكون رائعة مع منتسمين بالليمون كتأتي غزالة وهاتو ما غنحلكم وحداها تشوفوا كيفاش كتأتي من الداخل كتأتي شيشة كتدب في الفم ومن برا تكون مقرمشا نتمنى اللوصفات تكون عجباتكم وتطبقوها وترسولي تطبيقات كيف العادة في الانستغرام ديالي ما تنسونيش من التعاليق ديالكم واللايكات باللايكات ديالكم ستتعاونوني او تاني وتعاونوا القناة انها تعاوت تطلع شي شوية لان انا غبرت عليها يوتيوب بك تغبر يعني ما كيبقاش يطلع عليك الفيديوهات ديالك شكرا على الوفاء ديالكم وعلى السؤال ديالكم الى وصفة قادمة ان شاء الله